هرجع لحضرتك ثاني ونتكلم وبنقول لمن يجوز التيمم نعم وبما يكون التيمم وكيف أتيمم جميل الأصل في الطهارة هي بأحد المطهرين إما الماء وإما الطراب دون هما الطهورين الماء والطراب والأصل في الطهارة هي بالماء ده إذا وجد الماء طيب في حالة عدم وجود الماء يبقى يلقى الإنسان للتيمم إذن التيمم هي رقصة عند فقد الماء أو تعذر استعماله يبقى عند التعذر استعمال الماء لمرض أو لحرق يؤثر في الجسد من استخدام الماء أو لمرض يمنع من وصول الماء إلى العضو فهذه عزر أو رقصة يجوز الإنسان فيها التيمم يبقى إذن أو عدم وجود الماء نفسه إنسان فيه صحرة شاسعة وليس معه إلا ما يشرب به وما عندهش ماء أو على قرب ماء وحضر الصلافة يتم طيب يبقى إذن التيمم رقصة رقصة عند فقد الماء أو عند تعذر استخدام الماء طيب كيفية التيمم؟ كيفية التيمم ما هو إلا نية؟ نية التيمم وهي عند فقد الماء وضربتان على سطح طاهر أو على صعيد طاهر الصعيد المسمي أو مكان طاهر الواء زي الطراب كده صعيد طاهر يضرب الإنسان ضربة ثم بعد ذلك ينفض فيمسح وجهه ثم بعد ذلك ضربة تاني أخرى على الأرض ويمسح يديه هكذا خلاص تم كده التام ببقى على الصعيد الطاهر طيب إنسان مريض مش معقوله هنروح نجبله بقى أروانة طراب أو هنجبله مثلا حال بتاع دي مثلا جزء من الرمل نقول لا هذا المكان اللي هو فيه فيه صعيد طاهر أي أن كان ينفض على المخدة اللي هو نيم عليها أو على البطنية اللي هو متغطي بيها أو على الكبرتاية اللي هو نيم عليها نفضطين مرة ثم بعد ذلك يمسح وجهه ثم بعد ذلك نفضة أخرى ثم يمسح يديه ويكون التام تمام ماشي